أعلن مطار دبي دولي عن استعداده لاستقبال 3 ملايين و 430 ألف مسافر خلال 21 أغسطس الجاري و 2 سبتمبر المقبل وبمعدل حركة يومية تصل إلى 264 ألف مسافر مشيرا إلى أن هذه الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين تأتي مع بدي فترة العودة من الإجازات الصيفية وأضح في بيان صحفي أنه من المتوقع أن تشهد الفترة بين 31 أغسطس والأول من سبتمبر حركة سفر كثيفة حيث يتوقع أن يستقبل المطار أكثر من نصف مليون مسافر خلال هذين اليومين